اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير لنحلل ونتناقش في الحلقة التاسعة والسبعون من مسلسل طائر الرفراف اولا لا توجد احداث كثيرة حصلت وكانت مفاجئة للجمهور حيث جميع الاحداث كانت متوقعة وكانت موجودة في الاعلان الثاني للحلقة وانا سبق عملت لكم تحليل للاعلان وتوقعت الاحداث بالترتيب لذلك لا توجد تفاصيل كثيرة لنقوم بتحليلها لكن توجد العديد من المشاهد لنتكلم عليها في هذا الفيديو اولا يوجد هذا المشهد الذي اثار انتباه الجمهور وهو ضحك مارت رمضان ديمير في هذا المشهد الجدي لعابدين عندما كان يهددهم في القصر فلاحظا المتابعون ان مارت قام بالضحك وهذا شيء لا اعرف كيف المخرجة لم تعيد المشهد وتصوره مرة اخرى او حتى انها تقطع مشهد مارت لكنه كان واضح حتى هذه الممثلة ايضا كانت تضحك في المشهد وهذا خارج السيناريو بالتأكيد من المشاهد الاخرى التي اثارت انتباهي هو هذا المشهد لعابدين مع سيران عندما كانت تقول له كيف ستأخذ انتقامك وعابدين اول شيء قاله لها لا تخافين لن اؤذي فريد ايضا هذا المشهد الثاني بعدما علمت سيران ان فريد سيتزوج الليلة وكانت تحاول الهاء نفسها بالعمل او فعل اي شيء اخر لكي لا تفكر كثيرا في الموضوع وجاءت لها سونة وقامت باطفاء المكنسة الكهربائية وقالت لها انت تفعلين هذا لكي يتشتت عقلك ولا تفكرين بزواج فريد هنا سونة وعابدين يعرفون ويدركون من البداية ان سيران ما زالت تحب فريد وما زالت تفكر فيه ويعرفون ايضا انها تخاف عليه جدا والعكس صحيح فريد ما زال يحبها وما زال يفكر بها لذلك سونة وعابدين قالوا هذا الكلام لسيران والتي هي لا تريد تصدقه ابدا ايضا مشاهد سونة في الحلقة ودفاعها عن زوجها عابدين ضد فريد كانت جميلة ووصلت شعور انه كيف لم يهتم احد لمشاعر زوجها الذي عانى في حياته وعمل كخادم لعائلة بالاصل هي عائلته وبدلا من اخذ كنيتهم ومالهم وبدلا من ان يكبر كفتى مدلا لعائلة مشهورة وغنية كعائلة كورهان انه تربى في الميتم ولم يرى والديه ابدا بالاضافة انه عمل كخادم لعائلة كبيرة حتى الفتاة التي احبها وهي سونة تخلى عنها في وقت من الاوقات لانه كان غير مناسب لها اجتماعيا فسونة في هذه الحلقة ارادت توصيل معاناة زوجها وكيف ان لا احد يشعر به وبما فقده ونأتي الان لاهم مشهد في الحلقة وهو مشهد عندما يترك فريد ديار في حفل الزفاف بعد معرفته ان سينان اخذ سيران وسينتحر اولا تنفيذ مشهد عشاء سيران وسينان كان جميل جدا من حيث الديكور الاضاءة التصوير كل شيء كان جميل الاجواء كانت جميلة ومعبرة ايضا تمثيل الممثل جيمس سكوت وهدوءه ونظراته ايضا في هذا المشهد كان رائع اوصل شعوره بانه شخص يائس ويريد انهاء حياته مع حبيبته في هدوء كان ادائه ممتاز ايضا اداء فراس راتش اولو كان جميل للغاية في هذا المشهد ونتكلم ايضا عن اداء مارت رمضان ديمير كيف وصل شعور ان فريد خائب جدا على حبيبته سيران وانه اصبح لا حيلة له انه مصدوم انه يريد ان يجدها باي طريقة هذه النهاية كانت جميلة جدا للحلقة وتم تنفيذها بطريقة رائعة والان اخبروني ما رأيكم انتم بالحلقة وتحليلاتكم لها شكرا المشاهدة نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم الى اللقاء